هذه الجبهات العدة التي ذكرت بوليتيكو في خبر عاجل وصلنا الآن عن مسؤولين أمريكيين تقول التقديرات الاستخباراتية تفيد بأن إيران لا تسيطر على وكلائها بشكل كامل ماذا يعني ذلك؟ كلمة الوكلاء هي كلمة معيبة يعني إن كان لإيران أو لحلفائها أو لأصدقائها فإيران إن كانت تساعد حركات المقاومة الإسلامية فهو من واجبها الديني والإسلامي لكي تساعد هذه الأحركات لتحرر إن كانت تساعدت وتساعد حزب الله لبنان للتحرر ولتحرير أرضه من العدو الصيوني وإذن كانت ساعدت حماس أيضا هو لتحرير أراضيهم ولتحرير القدس إن شاء الله وأيضا حتى مساعدة المحور المقاومة إن كان في سوريا أو في العراق وحتى في مكان أخرى فهذا واجب ديني وهذه المساعدة هي ليست وصمة عار إنما إفتخار وفخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيرانيين تساعدهم الإيرانيون أريد أن أكمل الموضوع تفضل على عجالة إنما تقول إنه بأنهم لا تسيطر إيران طبعا إيران لا تملي على أي من حلفائها هي تساعدهم بما تستطيع من المساعدة وهم أحرار في اتخاذ أي قرار هم ليسوا مرتزقة وليسوا وكلاء وليسوا أذرع لإيران ولكن سيد الحسين أين المصالح القومية لهذه الدول التي تعمل فيها هذه التيارات وهذه التنظيمات التي تتلقى دعما من إيران أليس من الواجب دعم دول لدول دعم أنظمة لأنظمة مستقرة وضمان أن تكون هذه الشعوب بعيدا عن أي توترات أمنية بعيدا عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تخلقه ظروف الحروب والنكبات وانتشار السلاح والجريمة وما إلى ذلك هذه الحروب والنكبات والجريمة والمسائل الاقتصادية والدمار الاقتصادي إن حل في مناطقنا وفي بلادنا الإسلامية والعربية هي لم تكن من صناعة إيرانية ولم تكن من صناعة الشعوب المصدعفة أين حل سيد الحسيني أين حل حتى نكون الأمور واضحة لدى المشاهد أين تم حل هذه القضايا هي في الدول المستقرة التي تمتلك جيوشا قوية لكن في الدول الأخرى كانت لإيران ربما مؤشرات واضحة حسب كثير من التقارير تفيد بأن هناك لعب على وتر المقاومة محور الممانعة المسميات الكبيرة وحالة التضامن في وحدة الساحات كما كنا نتابع منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم ومن قبل وأثبت أن هذا الأمر بالوقائع الميدانية هذا أثبت فشله حسب كثيرين الآن نتحدث عن الاستقرار هل سوريا مستقرة هل العراق مستقر هل اليمن مستقر سيد العزيز هل لبنان مستقر سيد العزيز فضل من هو سبب هذه الويلات أليس الكيان الصهيون هو سبب هذه الويلات طبعا أليس الدوان الأمريكي وسيطرته على النفط السوري أليس سيطرت القوات الأمريكية والاحتلال الأمريكي على كافة أبار النفط في العراق وعلى كافة القرارات السيادية للعراقية هناك قرار من البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق لماذا لا تنفذ القوات الأمريكية هناك جهود لتنفذ انسحاب هناك جهود لتنفذ انسحاب هناك مئات القرارات هناك جهود لتركي الجهود على جنب لماذا لا يجم هناك التكاتف للدول العربية كل الدول العربية وحتى قبل 45 سنة من اتصال الثورة الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني ولفرض تنفيذ القرارات الدولية بالشأن القضية الفلسطينية وحل هذه القضية الفلسطينية هل هو أن المساعدة المظلوم في غزة أو في أي مناطق أخرى هو أصبح عار وهو أصبح شيء غير صحيح لكن الدعم لا يقتصر فقط على الملف العسكري سيد علي رضا الحسين الأمر لا يتعلق فقط بدعم عسكري وستشارة عسكرية وما إلى ذلك هذه القضية الفلسطينية لا تحتاج فقط إلى مقاومة هناك وجه كبير من المقاومة لماذا تحتاج إلى دول التي تنبطح تحتاج إلى قرارات الأمم المتحدة سيد علي رضا الحسين سيد حسين سيد حسين أنا أريد أن أجاب على سؤالك أريد أن أجاب على سؤالك هناك دول أخرى تقوم بهذا الواجب بشكل كبير جدا وهذا أمر معروف حتى اليوم أعطي لي مثل أعطي لي مثل الاتصال اليوم الذي كان بين وزير الخارجية المصري السيد سمح الشكري مع نظيره الإيراني كان بسبب الحرب على قطاع غزة يناقش هذه الملفات بمجملها عسكريا سياسيا ميدانيا كيف يمكن تعزيز صمود أهالي قطاع غزة بعد أربعة شهور من الحرب يعني أن هناك مسارات بديلة يمكن العمل عليها من أجل دعم الفلسطينيين ودعم الحق الفلسطيني في إطار عملية سياسية ربما تكون مرفوضة فكرا لدى البعض الذي يعمل تحت المظلة التي تقول أن هناك ممانعة ومقاومة وما إلى ذلك فضل الآن يعني سؤالك كان تبير جدا يعني فضل جاب على السؤال متعلق بالدبلوماسية على الأقل على الموضوع ناحية الدبلوماسية تركناها للدول العربية ومحر المقاومة تركها الدبلوماسية للدول العربية فالدول العربية التي قامت بعملية التطبيع كل الدول العربية بدون أي يأستنا ماذا فعلت للقضية الفلسطينية أليس من العار أن يقتل حتى الآن 23 ألف شهيد فلسطيني أليس من العار أن يصاب 65 ألف فلسطيني أليس من العار أن هناك مجاعة في فلسطين في غزة أليس من العار أن يقتل الفلسطيني بدم بارد في القدس وفي طول كرم وفي رامالله وفي كافة مدن الدفاة الغربية ماذا فعلت الدبلوماسية رأينا قرار المحكمة العدل الدولية ماذا فعلت كان هو عبارة عن قرار هزيل لا يثمن ولا يغني من جوع أين هي حقوق الإنسان سيد الحسيني لا يوجد شيء سيد الحسيني حتى تكون أنا عفوا أنا درست قانون أيضا نعم درست قانون أنا درست قانون أيضا نقشنا هذه القضية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية الفلسطينيون أشادوا بذلك وهي معركة أنا أقول لك أن كافة العلاقات كافة المواضيع الدبلوماسية وعلاقات دبلوماسية لا تكن هناك أي إيقاظ للشعب الفلسطيني أنت ترى الآن إلى جنبك الآن هي موجودة غزة وهناك الجوع في غزة أنت ماذا فعلت لغزة وغيرك من القضاء العرب ماذا فعلوا لغزة وغيرهم من الشعب العربية ماذا فعلت لغزة أليس من العارة أن ترى بأن هناك يموت شعب الفلسطيني وتقول لو أدك سلاحك سيد الحسيني سيد الحسيني لا أرجوك نحن فعلنا كثيرا لغزة نحن كل يوم منذ اللحظات الأولى وأنا فعلت لغزة تزمع عن نسا في غزة أنا أتحدث هنا على الأقل على جانب عربي نحن نتحدث عن فضح جرائم احتلال إسرائيلي عن دعم لا يوجد جانب عربي جانب العربي نائم جانب العربي نائم أين الشعوب العربية الأردن موجودة المصر موجودة لماذا لا تتعامل الشعور الفلسطيني والسعودية والإماراتية والقطرية كلها كام مرحب بها منذ بداية الحرب المساعدات الإنسانية لا تزال تدخل لكن العتب كل العتب على من أطلق على نفسه محور المقاومة ولم يفعل شيء لغزة أشكر جزيل الشكر السيد علي رضا الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا الجبهة الشمالية معروفة في جنوب لبنان شكرا جزيلا لك حزب الله يقوم كل يوم بالعمليات أهلا حديث شكرا جزيلا لك